بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وقاتلكم جميعا عزيزة الله سأقوم إن شاء الله بشرح الوحدة الحادي عشرة من كتاب اللغة العربية مهارات الاتصال وهي قصة قصيرة بعنوان رسم القلب الآن فيما يتعلق بكاتب القصة أو القاس هنا هو جمال ناجي روائي وقاس أردني وهو عضو اتحاد الكتاب العرب ورئيس سابق لرابطة الكتاب الأردنيين نال عدة جوائز محلية وعربية كان آخرها جائزة الدولة التقديرية للأداب في سن أو عام 2015 وجائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع الأدبي عام 2016 وله مجموعة من الأعمال الأدبية ترجم عدد منها إلى لغات أجنبية ومن رواياته الطريق إلى بالحارث هنا إحفظ رواياته ومخلفات الزوابع الأخيرة وعندما تشيخ الدئاب أما بالنسبة لمجموعاته القصصية هو رجل خالي الذهن ورجل بلا تفاصيل وما جرى يوم الخميس وهذه المجموعة التي أخذت منها هذه القصة لو سئلت ما المجموعة القصصية التي أخذت منها هذه القصة هي ما جرى يوم الخميس هذا فيما يتعلق بالقاس هنا جو النص هنا يصور القاس في قصة رسم القلب العلاقة التي نشعت بينه وبين نبتة تشبه رسم القلب أهداها إليه صديقه لشفائه من المرض وهنا يبرز في هذه القصة عنصر الصراع فلو سئلت ما هو العنصر البالز في هذه القصة هو عنصر الصراع بين القاس والنبتة بين كاتب القصة والنبتة في حبكة قدمها القاص بضمير المتكلم ولو سئلت علل قدم القاص الحبكة بضمير المتكلم لتكشف مسؤولية الإنسان في تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله لتكشف مسؤولية الإنسان في تحقيق السعادة لنفسه ولمن حوله تلك السعادة التي تتمثل في أن يترك الإنسان الآخرين يمارسون حريتهم وأن يقبل الآخرين ويتكيف معهم ولا يتسرع في اتخاذ قراراته وهنا الهدف من هذه القصة هو أن يترك الإنسان لو سألت ما هو الهدف من هذه القصة والسعادة التي تتمثل في أن يترك الإنسان الآخرين يمارسون حريتهم أن يتقبل الآخرين أن يتكيف مع الآخرين ولا يتسرع في اتخاذ قراراته أما الآن قبل أن أبدأ بشرح فقرات هذه القصة سأتكلم عن عناصر هذه القصة أما بالنسبة لعناصر هذه القصة فكما تعلمون أن القصة القصيرة يعني فيها الزمان والمكان والشخص والحدث أو الأحداث وذروة التأزم والحل أما بالنسبة للزمان هو من شهر آذار إلى شهر عيلول وسنرحب ذلك من خلال شرح فقرات هذه القصة والمكان الموجود هو منزل القاس أما بالنسبة للشخص هي النبتة النبتة والقاس وحسني صديق القاس وبالنسبة للأحداث هنا الأحداث تبدأ عندما زار حسني صديقه القاس بمناسبة شفاءه من المرض وأحضر معه هدية وكانت هذه الهدية هي نبتة وسنرحب الآن أن هذا القاس هو إنسان يعني يحب الوحدة والعزلة وهو إنسان طوائي ولا يحب أحد أن يقتحم هذه الوحدة وهنا نشأت علاقة بين القاس وبين هذه النبتة وجعل القاس من هذه النبتة إنسانا تحدت وحدته واقتحمت حياته الآن في بداية الأمر هنا يعني كانت هذه العلاقة بين القاس والنبتة مرت من مراحل وتحولات كثيرة فبدأت العلاقة أولا متوازنة بين القاس والنبتة فكانت هذه العلاقة يعني كأنها تمثل علاقة القاس بأي شيء من موجودات هذه الغرفة هذه العلاقة الأولية والنظرة الأولية فقد رأى فيها مجرد واحدة من موجودات هذه الغرفة مثل الكرسي أو الطاولة أو المدفأة وبعد ذلك تحولت هذه العلاقة إلى علاقة عدم اتزان فهذه العلاقة أصبحت علاقة عدائية لماذا؟ لأن هذه النبتة ستفرض على القاس تغييرا في السلوك اليومي لماذا؟ لأنها تحتاج إلى ري وتحتاج إلى تسميد وتحتاج إلى تنظيف والأمر الذي أثار غيظ القاس أيضا أنه قرأ في إحدى الصحف أن هذه النباتات التي تعيش داخل البيوت تحتاج إلى من يبتسم لها وهذا القاس يعني هو إنسان لا يحب الابتسام فهو إنسان كما عبر عن نفسه عندما قال فأنا لا أكاد أرخي شفتي أمام أكثر الأمور طرافة فهنا يعني كيف يبتسم لمجرد نبتة بليدة ففكر أكثر من مرة القاس يعني أراد أن يتخلص من هذه النبتة وأراد أن ينقل هذه النبتة ويضعها خارج الغرفة ولكنه تراجع لماذا؟ لأن صديق حسني أخبره بأنها قد لا تتكيف مع المكان الجديد وقد يسبب ذلك لها الذبول تذبل هذه النبتة تذبل أفوا وتموت فبعد ذلك الآن تحولت هذه العلاقة وكما قلنا بأن هذه العلاقة تحولت بعدة مراحل الآن أراد أيضا وأؤكد أراد أيضا في أكثر من مرة أن يتخلص من هذه النبتة فاقتربت يده من ساقها تحسست تلك الساق وأراد أن يكسر ويقصف تلك الساق ويرتاح منها ولكنه فكر بسرعة فتوصل إلى أنه مقدم على ارتكاف فعلة تمئ إلى سلسلة جرائم قتل النفس فتراجع وتنهد بعد ذلك بدأت هذه النبتة تتفتح الأوراق فيها وهذه النبتة عندما تفتحت أوراقها أصبح هناك تغيير وتطورت شخصية القاس فكأن هذه النبتة أيقضت في أعماق هذا القاس صوتا طفوليا أو فرحا طفوليا وبدأ يبتسم لها ويحرك شفتي وتغيرت حياته وأصبح يهتم بهذه الأوراق الآن بعد ذلك بدأت هذه النبتة وبلغت حينما كبرت بلغت منتصف الجدار فدب الخلاف بينهما من جديد وأرادت هذه النبتة أن تتوجه إلى النافذة وكانت هذه النافذة ملأة بالصور وهي تمثل ذكريات القاس الكثيرة فهنا أراد القاس وخاطبها كأنها امرأة وأراد أن يوجهها إلى ناحية الباب ولكن هذه النبتة أبت ورفضت وعادت مرة أخرى تتجه نحو النافذة في ذلك الوقت هنا قصت أصابع القاس على هذه النبتة عندما أراد أن يوجهها نحو الباب فهنا انكسرت عنق هذه النبتة عند ذلك كأنه شعر هذا القاس بأنه ارتكب جرما في غفلة من الناس وعبر عن ذلك كأنه لطخ يديه بدماء هذه النبتة عندما نز من مكان الكسر هذا السائل على أصابع القاس فغادر فتح الباب وغادر لبيته ولكنه عاد مرة أخرى وحاول أن ينقذ هذه النبتة وأن ينظف مسامات هذه النبتة بقطع من القماش المبلول ولكن هذا الأمر لم يفلح ورويدا رويدا اسفرت أوراق هذه النبتة وقد صورها بعنكبوت خرافية تشبث بالجدار وفي ليلة منها إحدى هذه الليالي سقط العنكبوت كناية على موت هذه النبتة وهنا كما قلنا ونؤكد أن هذا المغزى من القصة هو مسؤولية الإنسان في تحقيق السعادة النفسي ولمن حوله وتتمثل هذا الأمر هو أن يترك الإنسان الآخرين كالنبتة هنا يمارسون حريتهم وأن يتقبل الآخرين ويتكيف مع الآخرين وأن لا يتسرع في اتخاذ قراراته كما حدث مع القاس وهنا في نهاية القصة شعر القاس بأنه اشتاق لصديقه حسني وكأنه ندم دلال على ندمه وأسفه ودلال على شعوره بالذنب وخجل من صديق حسني الذي أوصاه بالعناية بتلك النبتة ولربما يكون قد عاود المرض القاس بعد سقوط النبتة فاشتاق لرؤية صديقه حسني ليعوده مرة أخرى ويطمئن عليه حاملا تلك النبتة أو مثل هذه النبتة التي سقطت وهنا نكون قد جزنا عن عناصر هذه القصة الآن نبدأ إن شاء الله بشرح فقرات هذه القصة الآن يقول القاس هنا أعرف لماذا ضاق صدري بتلك النبتة التي تحدت وحدتي واقتحمت حياتي وأعرف لماذا سأت علاقتي بها إلى ذلك الحد المخجل لابد لي من أن أبرئ صديقي حسني الذي أحضرها بمناسبة شفاء من مرضي فأنا لم أكرهها بسبب ذلك الصديق الذي تعاطف معي وزارني في بيتي مصطحبا تلك النبتة بلفافتها الشفافة الآن أولا نتعرف على بعض الكلمات والتراكيب ضاق صدري هنا كناية عن الانزعاج والضجر أكتب عندك ضاق صدري كناية عن الانزعاج والضجر وجذرها ضيقة أما تحدت فجذرها حدوة أما بالنسبة لكلمة وحدتي انتبه الضبطها في الوا هو الفتحة وكلمة اقتحمت دخل عنوة وجذرها هنا قحمة أما بالنسبة لكلمة زارني جذرها زورة الآن في هذه الفقرة هنا نلحظ أن بدأ القاس يعني يصور لنا الحالة النفسية التي ظهرت عندما رأى هذه النبتة وقد جعل من بداية القصة من هذه النبتة إنسانة يعني صورها بإنسانة قد تحدت وحدته واقتحمت حياته فصور النبتة إنسانة تقتحم خصوصيته في عنده صورة فنية وتتدخل في شؤونه هاي أول هنا أول العمر بالنسبة للصور الفنية وكما نلحظ لو سؤلت الآن ما هي الحالة النفسية للقاس هنا الكاتب يشعر بضيق الصدر طب لماذا؟ ما الذي أشعره بضيق الصدر؟ لأن هذه النبتة تحدث وحدته اكتب عندك هنا الأسئلة واقتحمت حياته الآن هنا في هذه الفقرة يظهر لنا وهنا من أسئلة الكتاب يظهر لنا بأن هناك ثمت رباط ود متين يربط بين القاس وصديق حسني لو سؤلت دلل على ذلك من النص تقول عندما تعاطف حسني مع القاس في وقت مرضه وزاره وأحضر له هدية وهي نبتة تشبه رسم القلب ملفوفة بالورق والشبر لصدرته الآن هذا فيما يتعلق في الفقرة الأولى الآن هذا كل شيء يتعلق في الفقرة الأولى لكن تبع لضبط حرف الواو في كلمة وحدتي وهنا تبع أيضا لضبط حرف اللام لفافتها كسرة الآن هنا في الفقرة الثانية طبعا كما سنلحظ أن الشخصيات هنا في هذه القصة تقسم إلى شخصيات نامية وشخصيات ثابتة أما الشخصيات النامية هي القاس والنبتة لأن شخصية القاس والنبتة قد تطورت في مراحل هذه القصة أما الشخصية الثابتة في هذه القصة فهي شخصية حسني صديق القاس الآن نأتي إلى الفقرة الثانية يقول صحيح أنه هو الذي اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة ووضعها فيه بعد أن نزع عنها لفافة الورق والشبر وصحيح أنه شرح لي بحرصه المعهود وبما يشبه الإملاء مهام رعايتها التي أتعبتني فيما بعد إلا أنه لم يكن سمعا في العداء الذي نمى بيني وبين تلك النبتة بأوراقه التي تشبه رسم القلب ونبدأ هنا من آخر هذه الفقرة لو سألك من أين استوحى القاس عنوان هذه القصة تقول استوحى عنوان هذه القصة من شكل النبتة التي تشبه رسم القلب أما الآن نأتي إلى بعض الجذور نبدأ بالجذور أولا كلمات أو المعاني كلمات اختار جذرها خير والإملاء والإجبار هو جذرها ملوة أما العداء فهو جذرها هنا عدوة هذا فيما يتعلق في الجذور الآن نبدأ هنا في هذه الفقرة لو سئلت سؤال هناك مظاهر تدل على اهتمام صديق القاس بالنبتة يعني هناك مظاهر تدل على أنه حسني مهتم بهذه النبتة استخرج هذه المظاهر من الفقرة فهنا نقول أنه اختار لها ذلك المكان أسفل جدار الغرفة أولا وضعها فيه بعد أن نزع عنها لفافة الورق والشبر خوفه من أن تختلق وشرح لي بحرصه المعهود ويشبه الإملاء مهام رعايتها التي أتعبتني فيما بعد إلا أنه طبعا لم يكن سببا في العداء الذي نمى بيني وبين تلك النبتة وهنا في صورة فنية لم يكن سببا في العداء الذي نمى بيني وبين تلك النبتة صور العداء كأنها نبتة تنمو وهنا تكلمنا أيضا عن أن القاس استوحى عنوان القصة من شكل النبتة التي تشبه رسم القلب الآن فقرة الثالثة ماذا يقول في البداية لم أشعر بضرورة وجود علاقة حب أو بغض بيني وبينها وقد رأيت فيها مجرد واحدة من موجودات الغرفة مثل الكرسي والطاولة والمدفأ والخزانة فما هي النظر الأولية للقاس بالنسبة لهذه النبتة هو رأى فيها لو سئلت عن هذا السؤال هو رأى فيها مجرد واحدة من موجودات هذه الغرفة هذه بداية العلاقة بينه وبين هذه النبتة لم يرى فيها إلا أنها واحدة من موجودات الغرفة كالكرسي كالطاولة كالمدفأ كالخزانة أو حتى كإطارات الصور على الجدار هذا فيما يتعلق في النظر الأولية بعدين ماذا يقول غير أنني بعد أيام تنبهت إلى ما يثيره صمتها من السأم والسأم معناها الملل والضجر وجدرها سائمة الآن في نفسي ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة مسمرة مثل التماثيل النحاسية أو البلاستيكية تحملق أي تنظر بشدة في سقف الغرف القاتم أو في الجدران المصفرة والجدران المصفرة والمتقشرة دلالة على سوء الأوضاع المادية عند القاس أو ربما في تقاطيعي ومعنى كلمة تقاطيع هنا ملامح وجهي ولا سيما في تلك الأخديد والأخديد هي الحفر وتلك الأخديد المتقاطعة في جبهة دلالة على تقدم السن وهنا نلحظ أن هناك حالة نفسية عند الكاتب بأنه كان مندهشا ومستغربا وأين تلحظ ذلك عندما قال ما الذي يجذبني إلى مجرد نبتة مسمرة أي ثابتة مثل التمثيل النحاسية أو البلاسكية تحملق في سقف الغرف القاتم أي تنظر بشدة وإن شاء الله سنكمل بعض الأمور المتعلقة في هذه الفقرة والفقرات الأخرى إن شاء الله في فيديو لها الله أعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر